ارجعوا للرب هذا يعني محتاجين أن نطلب وجه الرب وجه الرب يعني لما بقول يضيء بوجهه عليك ويرحمك وجه الرب بيتكلم عن حضور الله الدائم الكامل المستمر هذا الحضور في حضور الرب الله بيستجيب الصلاة في حضور الرب يهرب الحزن والتناهد في الحضور الرب يهرب الوبأ قدامه في حضور الرب نستطيع أن نرى أمور عظيمة كل الأنبياء ماتت وقبورها موجودة حتى يوم هذا إلا المسيح مات وقام وهو حي إلى أبد الآبدين وهو يسمع صلواتنا وهو يتفاعل مع احتياجاتنا وهو يهتم بأمورنا لكن محتاج فعلا أن ندرك أننا في حاجة إلى توبة ندرك أننا نحتاج إلى الغفران الإلهي وإلى الاسترداد الإلهي لأن الشيطان صرق أمور كثيرة من حياتنا فالشيطان لص حتى تبرأ الأرض بسبب اللعنة بسبب الشر بسبب الفساد سواء عن طريق القوانين التي تسمح بالشر من كذب ورياء وبغضى وكرهية وعدم التسامح والعنصرية وتقليل من أهمية المرأة وهكذا خطايا أو خطايا الشزوز الجنسي وأمور كثيرة اللي هي عم نقول لأله أننا مش محتاجينك أنا بحط القوانين بتاعتي أنا بحط الأشياء اللي أنا بنادي فيها التي أنا أؤمن يعني أصبحنا آلهة أصبحنا آلهة أنفسنا وهذا خطر كبير جدا أحبائي لأنه فعلا كما يقول الكتاب لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فأنا بصلي هذا الوقت أنه بركة الرب ترجع لبلادنا وفرج الرب وحضور الرب يرجع إلى كنايسنا نبتدي نشوف الخير ونبتدي نشوف قوة الرب في حياتنا بتعمل بشكل عجيب وفائق في هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر